السلام عليكم معاكم دكتور سيدري محمود إريطا بأننا ندخلنا على فصل الشتاء وفي الشتاء المناعة تقل بدرجة كبيرة وتأثر على فئات عمرية كثير مثل الرضع والأطفال وكبار السن لا يوجد شيء يا دكتور تقوي جهاز المناعة وترفع جهاز المناعة عند الفئات العمرية طبعا مصد الإنفلونزا من الحاجات المتميزة والفعالة التي تقوي جهاز المناعة للرضع والأطفال وكبار السن ولكن هناك أشخاص لا يحبون الحؤن لك منتج فعال ومتميز بيرفع جهاز المناعة اللي هو برونكوفاكسوم كابسول أو أكياس هناك منه الأكياس كما ترون وده يستعمل للرضع والأطفال من عمر 6 شهور لغاية 12 سنة ونستخدم الكيس الكيس نضعه على كباية عصير أو مية أو لبن قبل الفطار لمدة 10 تيام من كل شهر لمدة 3 شهور طيب يعني يا دكتور الكلام ده يعني حدقين على شهر 10 عناخد 11 12 13 لغاية 10 10 الشهر اللي بعده 11 11 لغاية 10 11 الشهر اللي بعده شهر 12 11 لغاية 10 يبقى خط من كل شهر 10 تيام يبقى عنكر كم علبة عناخد 3 علب لأن العلب فيها 10 أكياس تمام؟ طيب بالنسبة للأطفال اللي بيعرفوا يبلغوا احنا جبنا لهم برونكوفاكسوم كابسولات الأطفال زي ما حادكم شايفين برونكوفاكسوم كابسولات الأطفال كابسولة بيبلغها الطفلة بردو قبل الفطار بساعة ونص ساعة أو لو عايز يفضيها على لبن أو مية أو عصير مافيش مشكلة لمدة 10 تيام من كل شهر لمدة 3 شهور كمان الكبار ما يساهمش فيه برونكوفاكسوم كابسولات للكبار برضو نفس استعمال كابسولات الأطفال ممكن نبلحها أو نفضيها على لبن أو مية أو عصير ويتداخذ قبل الفطار بساعة أو نص ساعة لمدة 10 تيام من كل شهر لمدة 3 شهور طيب سواء الأكياس سواء الكابسولات أنا أستعملها لأي فترة زمين يا دكتور زي ما أنا عايز لا هو استعمالها أقصى استعمال ليها هو مرتين في السنة بين المرتين فاصل على الأقل 3 شهور على الأقل فاصل 3 شهور هذه النقطة مهمة جدا جدا طيب هذا البرونكوفاكسوم عبارة عن ماذا يا دكتور؟ ما مادته ماذا؟ هو عبارة عن أجزاء من البكتيريا المسؤولة عن عدوة والتهاب الجهاز التنفسي فبالتالي لما الأكياس أو الكابسولات خدها الطفل أو الشخص الكبير خدها التالي عتزود جهاز المناعة للشخص عن طريق زياد كرة دم البيضاء فبالتالي عتقوي جهاز المناعة ويهاجم المكروبات اللي عتهاجم الجسم وتسيب الجهاز التنفسي مستقبلا فتعتبر البرونكوفاكسوم كابسولات منتج متميز وفعال في رفع جهاز المناعة كمان المنتج البرونكوفاكسوم مفيد في حياة التهابات جوب الأنفية فعال جدا مفيد في حياة التهاب الشعب الحاد والمزمن وكمان مفيد مع المرضى الأطفال والردع وكبار السن حتى المناعة عندهم تبقى ضعيفة وقليلة طيب يا دكتور لو انا جاي دور برد حالي وخلاص بتيت وخدت موضات حيوية وخدت أدوية للبرد والرشحة وأدوية خافض الحرارة هل ينفع استخدم الأكياس أو كابسولات دي؟ طبعا ده يفضل كمان لو شخص عنده برد أو عنده دور انفلوانزا يستخدم المنتج برونكوفاكسوم في بلاية دور برد أو انفلوانزا لأنه يزود جهاز المناعة بدرجة كبيرة المنتج دفع على متميز وأنصحكم ان انتم تاخدوا برونكوفاكسوم كوقاية لكم وكمان أثناء أدوية البرد والانفلوانزا سيساعد معاكم بدرجة كبيرة يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم السلام عليكم